انا في تأديري الشخصي اعتقد يعني انه النظام الامثل في ذلك هو النظام الاغلبي متمثل في انه يبقى فيه قيمة مطلقة مغلقة عشان تقدر تستوفي فيها ضوابط دستوري المحددة مع جزء يعني يقترب من حوالي 25-30% على المقاعد الفردية لانك انت طبعا يعني هتجابها بمشاركة عريضة جدا من قطاعات كبيرة جدا في المجتمع هتحب اني تشارك في مسألة المحليات فبالتالي قيمة مناقشة هذا القانون انه طبعا السحاق دستوري الناس منتظراه قيمته انه هو وجهة مباشرة ما بين تعامل المواطن والدولة متمثلة في الجهاز التنفيذي فبالتالي احنا بنقول وشايفين انه مهم جدا ان يصدر في عارب وقت المشاركة السياسية في مصر لازم يكون فيه احزاب سياسية يعني لم ينتج العقل البشري اي وسيلة من قبل علشان تداول السلطة بشكل سلمي غير الاحزاب السياسية وعلشان يكون ده متواجد في مصر لازم يكون فيه مساحة للاحزاب السياسية وده مش هيحصل من قانون ما حصل في السبعينات فعلشان كده احنا كحزب العدل قدمنا النهاردة في محور الاحزاب السياسية قانون الاحزاب السياسية بتداول فيه ازاي يتم تداول السلطة وازاي يكون الاحزاب السياسية تتأسس ويادات المحلية هي اكبر ناس بتحتك مع الجمهور احتكاك مباشر فالقضية دي متوقفة من فترة كبيرة منذ فترة كبيرة المحليات متوقفة ولم يتم العمل بها ولا عمل انتخابات محلية والنهاردة ان شاء الله في المحور السياسي كلنا منتظرين مخرجات الحوار الوطني بما يدعم ويعزز كيام انتخابات المحليات واستمرارها واجراءها التعددية السياسية والتعددية الحزبية هي اصل النظام السياسي في مصر النهاردة وانحنا بنتكلم في هذا الامر بنقدم مقترح في هذا الاتجاه وعندنا عدد من الملامح لهذا المشروع من خلال معالجة التمويل سواء بالنظر لعودة التمويل المباشر للدولة كما كان معمول به في الدولة الوطنية المصرية حتى تعديلات مارس 2011 او منح بعض الامتيازات المقدمة للجماعيات الاهلية في التمويل مع مراعاة خصوصية الاحزاب السياسية لان مش كل الامتيازات ينفع تقدمها وفقا لتلك الخصوصية اعتقد ان ده توقيت مهم جدا ان جمعنا نبقى متفكين على المبادئ والقصص المصرية المرحلة القادمة مرحلة مهمة جدا ولكن لازم نظبط اللقاع من ما يكونش فيه اخطاء كتيرة اولا قانون الحزاب احنا بنرفض اي حاجة مبنية على قصص دينية او مراجع دينية فده طبعا ما ينفعش لان احنا شعب مصري مفيش حاجة اسمان وصري ما مسيحي المواطنة موجودة بنا والموضوع لازم يتخذ بالمنطق التوازن والمساواة لي الشرف ان انا باشارك فيه جلستين لجنة الاحزاب خاصة بالاحزاب السياسية وفي الجلسة الاولى يعني ما اسعدني هو التنوع والحضور لكافة اطياف المجتمع المصري وموسيلي كافة الاحزاب منها ما هي احزاب يعني مرخصة لها ترخصة لها تاريخها وتممثلة في المجالس النيابي في البرلمان سواء بغرفتيه وايضا هناك احزاب ما يمكن ان اتعرف عليه في العرف السياسي احزاب بتاعت التأسيس موسيقى مفيش اي اختلاف بالمناسبة على انه المحليات دي تحديدا او الادارة المحلية هي العصب الرئيسي لاي دولة في العالم مش بس عندنا وعندنا يمكن حبتين زيادة شوية نتيجة الظروف الكتير اللي عاشتها مصر خلونا واحنا بنتكلم على المحليات والادارة المحلية نرحب جدا بالدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة الادارة المحلية بالحوار الوطني احد اهم اسدزة الادارة العامة في بلدنا وبالمناسبة وبرى بلدنا منورنا دكتور اهلا محضرت ازاي الصحيح اهلا بس حالة الحمد لله يمكن المزيع اللي زاحلاتي قال انه الادارة المحلية هي عصب اي دولة بل هي العصب الرئيسي لأي دولة لانه في النهاية المواطن العادي حياته مرتبطة بالادارة المحلية وده يخليني هسأل اول سؤال ممكن يجي على بالي ايه مشكلة الادارة المحلية في مصر طبعا الادارة المحلية في مصر يعني بتواجهها العديد من المشكلات يعني يمكن على رأس هذه المشكلات اه مشكلة عدم وجود المجالس المحلية منذ 2011 وحتى الان وطبعا المجالس المحلية وجودها مهم يعني سواء من الناحية الدستورية او من الناحية القانونية او من الناحية الواقعية وخاصة ان المجالس المحلية يعني بتعتبر هي المؤسسات التدريبية اللي بيتم فيها تدريب الافراد او الاشخاص على الممارسة السياسية واللي هي ممكن تؤهلهم لوظائف اعلى فيما بعد يعني ممكن كتير من الاعضاء اللي هما في الغالب بيبقوا بارزين على مستوى مجلس النواب مش بس في مصر ولكن في دول اخرى بيكونوا اساسا بدأوا حياتهم السياسية على مستوى المجالس المحلية كأضاء مجالس محلية لان طبعا ادوار المجالس المحلية تقريبا هي نفس الادوار بتاعة البرلمانات او مجالس النواب سواء من حيث صنع السياسات والقرارات والخطط او من حيث دورها الرقابي وبالتالي الشخص اللي بقى عضو في مجلس المحلي هو بيمارس نفس الادوار اذا لما بيبقى عضو مجلس النواب اعتقد هو ما بيبقاش محتاج لانه هو يتعرف دوره ايه او يعني ازاي يصيخ سؤال او ازاي يصيخ طلب احاطة او استجواب لانه هو يكون بارس الادوات دي بالفعل وهو كان عضو مجلس محل ده يعني من اهم التحديات 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 التانية مشكلة يعني عدم وضوح السلطات والاختصاصات بتاعة الوحدات المحلية او الادارة المحلية في مصر والتداخل ما بين اختصاصات الوزارات والاختصاصات المحلية ممكن يبقى دي المفروض تبقى اختصاصات محلية ولكن ما هيش واضحة بالنسبة للممارسين على المستوى المحلي وبالتالي ممكن تتدخل فيها الوزارات مع ان المفروض دي تبقى اختصاص محلي والمفروض اي وزير او وزارة ما تشغل شبالها او نفسها بقضايا يومية او كده ولكن يبقى دورها الاساسي هو في صياغة السياسات ومتابعة تنفيذ السياسات من ناحية الفنية مشكلة اخرى تتعلق بالتمويل المحلي يمكن دي اهم المشكلات بربو اللي هي يعني طبعا عشان الوحدات المحلية تقوم بذورها كما يجب وانه هي تقدر تضح خطط وانه هي تتخذ قرارات وانه هي تنفذ هذه الخطط وانه هي القرارات لابد ان هي تمتلك مش بقول كل الموارد المالية اللي هي تبقى محتاجة لها ولكن على الاقل تمتلك نسبة معينة من الموارد المالية تبقى فيتها ان هي تقدر تجيب ارادات مالية من خلال امكانية فرض ضرائب معينة اللي هي في الغالب في الدول الاخرى الضرائب المحلية الضرائب العقارية معروفة دايما بانه هي ضرائب محلية يعني تفرضها الوحدات المحلية من خلال امكانية يبقى لها دور في فرض رسوم معينة انه ممكن يبقى لها دور في الاقتراض ولكن بيبقى له شروط طبعا ما بيبقاش حق الوحدات المحلية في الاقتراض انه حق مطلقة فهنا مشكلة التمويل في مصر مشكلة كبيرة يعني بتمثل عائق رئيسي أمام الوحدات المحلية وأمام قيامها بدورها يعني لو قلت مشكلة تانية برضو مشكلة المواطن نفسه وعدم إدراكه لأهمية الإدارة المحلية أو قيمة المجالس المحلية يعني مع أني طبعاً المفروض الإدارة المحلية والمجالس المحلية هي الأقرب للمواطن والي هي اللي بتهتم بأموره الحياتية وبالخدمات اللي هو بيحصل عليها يعني لو قلنا من المهد إلى اللحد يعني المفروض هي دي اللي هو بيحتك بيها ويالي بتوفرده الخدمات أكثر من عضو مجلس النواب لأن عضو مجلس النواب له اهتمامات وهمته تشريعية ورقبية السياسات العامة الاتفاقيات الدولية أو ما إلى ذلك يعني لكن المجلس المحلي وإدارة مهمتها أنها بتقدم الخدمات للمواطن توفر فصول في مدرسة مكان للتلميذ وخدمة صحية أو غيرهم من الخدمات هنا المواطن ربما لضعف دور الإدارة المحلية في السنوات السابقة أو كده هو لا يدرك للأسف أهمية الإدارة المحلية وبالذات أهمية المجالس المحلية مع أنه زي ما قلت المجالس المحلية دي اللي هي بتدربه على الممارسة السياسية اللي هي بتمكنه من الحصول على حقوقه سواء كان حقوقه السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ومن هنا يمكن حتى بقول أن لجنة الإدارة المحلية بالذات في الحوار الوطني أن هي يعني بتتداخل مع اللجان الأخرى بتاعة الحوار سواء كانت لجنة الحقوق السياسية أو لجنة حقوق الإنسان أو لجنة الأحزاب السياسية حتى لأن برضو الأحزاب السياسية وعند هناك عدد كبير من الأحزاب السياسية ممكن ما يبقاش معظمها عنده القدرة على أنه يبقى له تمثيل في مجلس النواب ولكن ممكن وجود مجالس محلية تمكن هذه الأحزاب من يبقى لها تمثيل في المجالس المحلية بالإضافة طبعا للجنة المهتمة بالخدمات زي التعليم والصحة والزراعة وغيرها فهنا ده بيؤكد أهمية موضوع الإدارة المحلية طب هل المشكلة صححة يا دكتور هل المشكلة ناتجة عن غياب لدور المحليات الفاعل ولا ناتجة عن أنه المواطن كمان مش عارف يعني أنا أفتكر وأنا صغر جدا كنا ناخد المجلس الشعبية المحلية وترتبها وبدايات من القرية وصولا إلى المدينة وحاجة كنا ناخدها في المدرسة فكنا فاهمين ده وأتذكر كمان وأنا صغير أن أنا كنت بشوف انتخابات المحلية دي تلقى اهتمام شديد جدا زي زي انتخابات مجلس النواب وكلام من ده صحيح إضافة إلى أنه موجود محليات وانتخابات محلية يقلل من حجم الأعباء على نائب مجلس النواب أو المجلس النيابية لأنه بيلتفت لدوره الرئيسي طبقا للدستور ويترك كل مهمات الحياة يوميا للمجالس المحلية هل المسألة المتعلقة بالغياب ولا المشكلة أنه إحنا كمان ما بقناش عارفين يعني إيه مجلس محلي هي أعداقة كل الأسباب اللي حضرتك ذكرتها سواء ضعف دور الإدارة المحلية وبالتالي عدم شعور المواطن بأهمية هذا الدور واعتقاده أنه هو الحكومة المركزية هي اللي بتوفر له كل الخدمات واللي هي ممكن تحلله كل مشاكله أيضا عدم وعي المواطن بأهمية الإدارة المحلية يمكن في دول أخرى اللي حدثت فيها ثورات زي دول أوروبا الشرقية كان المواطن هو اللي طالب بأن يبقى فيه حكم محلي قوي أو يبقى فيه لا مركزية على أساس أنه هم جربوا الحكومات المركزية ووجدوا أن الحكومات المركزية عندهم فشلت في تقديم الخدمات فكان هم اللي بيطالبوا بتطبيق المركزية وكان ده يمكن من أهم الدوافع لدى الدول دي في أن هي تهتم بتطبيق نظم قوية للإدارة المحلية أو للحكم المحلي عندهم فهي كل العوامل اللي حضرتك ذكرتها هل هناك نموذج ثابت لشكل الإدارة المحلية ولا أنه ده بيتعلق بكل دولة على حسب خصوصيتها وتركيباتها الاجتماعية بالتأكيد يعني بتختلف نظم الحكم المحلي من دولة إلى أخرى نتيجة لاختلاف ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فمش هنجد يعني نفس التطابق بين دولة وأخرى يعني لأن هي عملية زي ما قلت بتتأثر بالعوامل السياسية والبيئة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية لكن بيبقى فيه خصائص أو ملامح معينة أو أسس معينة ممكن يبقى فيه تبقى موجودة في كل الدول أو في كثير من الدول إن وجود مجالس محلية تمثل المواطنين أو بتبقى بالانتخاب إن يبقى لها دور معين إن يبقى لها قدر على تكوين موارد مالية ذاتية أو كده ممكن تختلف الأمور دي يعني ممكن تختلف حجم الاختصاصات من دولة إلى أخرى ولكن فيه قدر معين أو حد أدنى من الخدمات أو الاختصاصات اللي بتقوم بها الوحدات المحلية ممكن تختلف دولة عن أخرى من حيث درجة الاستقلال المالي ولكن على الأقل بيبقى فيه قدر من الاستقلال المالي موجود ممكن دول تعتمد على مواردها الذاتية أو الوحدات المحلية تعتمد على مواردها الذاتية من نسبة كبيرة 60% فما أكتر ممكن دول تبقى أقل ولكن على الأقل إن الوحدات المحلية تبقى فيه قدرها سلطة مالية إلى حد ما تمكنها من القيام بتقديم أو توفير الحد الأدنى من الخدمات أو بالقيام ببعض اختصاصات وبالتالي يبقى لها درجة من الاستقلالية في إطار معين يعني برضو ممكن الدول تختلف عن بعضيها في درجة العلاقات ما بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية وبذات فيما يعلق بالسلطة التنفيذية أو علاقة السلطة التنفيذية بالوحدات المحلية ممكن يبقى في بعض الدول الحكومة أو السلطة التنفيذية من حق أهد نهاية تحل المجلس المحلية ولكن تحل مجلس اتنين وفقا لشروط معينة زي ما موجود في فرنسا ومصر ممكن في دول أخرى زي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ما عندهم شي حق الحل يعني مش من حق السلطة التنفيذية أو رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء إنه يحل أي مجلس محلي ولكن لو في مشكلة في قرار معين صدر من المجلس المحلية ممكن يتم اللجوء للسلطة القضائية أو كده لكن ما تقدرش رئيس الوزراء في بريطانيا إنه يحل أي مجلس محلي يعني أو لو خرج حتى على السياسة العامة للدولة ممكن يبقى هنا اللجوء للسلطة القضائية ولكن برضو عشان يبقى الأمور واضحة يمكن عندنا في مصر الدستور في المادة 183 عطل السلطة التنفيذية الحق في أن هي تحل المجالس المحلية وحط شرط مهم جدا إنه يجوز حل جميع المجالس المحلية بإجراء إداري شامل أو بمعنى أبسط يعني ما تقدرش السلطة التنفيذية أن تصدر قرار بحل جميع المجالس المحلية على عمول المظرية لا أو لكن تحل مجلس 2-3 يعني عدد معين ووفقا لشروط معين ده موجود زي ما قلت في الدول زي فرنسا ومصر ولكن اللي أنا أحب أن أتأكد عليه أن ده ما منعش دولة زي بريطانيا في سنة 1985 تقريبا أن رئيسة الوزراء البريطانية في الوقت ده مارجريت تاتشر أن هي لما وجدت أن فيه يعني خلاف بينها وبين بعض المجالس المحلية في بريطانيا أو أكبر ست مجالس محلية منهم مجلس محلي مدينة لندن العاصمة وها مش فقيت هتحلهم زي ما قلت هي لجأت إلى ما هو من وجه نظري أسوأ من الحل يمكن لو فقيت هتحلهم هتحلهم وفي خلال شهرين هتدعو يتم تشكيل مجالس أو 45 يوم هتتم تشكيل مجالس محلية جديدة لكن هي عملت إيه؟ هي عملت مشروع خانون وراحت للبرلمان قدمته تم بمقتضاه إلغاء مشحل إلغاء المجالس المحلية لمدينة لندن العظمة اللي هي العاصمة وست مدن من أكبر المدن في بريطانيا ومعنى إلغاء المجلس المحلي في بريطانيا يعني ما عادش فيه حاجة اسمها لندن دي كوحدة محلية ولكن هي عبارة عن أحياء فقط لكن مدينة لندن كوحدة محلية لم تكن والست مدن التانين لم تكن موجودة من سنة 1985 لتقريبا سنة 2000 لما رجع حزب العمال ومسك الحكم وهو كان طبعا اعتبر أن دي كانت موجهة ليه سياسيا يعني من جانب رئيسة الوزراء في الوقت ده فهو رجع المجالس المحلية دي تانية ومش بس كده هو خلى أن العمدة عندهم بدل ما كان بالانتخاب من المجلس المحلي لا بقى بالانتخاب المباشر من المواطنين زي الوقت المتحدة الأمريكية اللي هو بيسموه السترونج مير أو العمدة القاوي عشان كده يمكن حضراتك بتسمع كتير لما بيبقى فيه انتخابات لعمدة لندن هو بتسمع أخبار كتير عن عمدة لندن لأنه هو طبعا بسبب أنه هو بيمثل عمدة قاوي أو كده طيب أنا هارجع لحضراتك تاني على أبرز ما جاء من مقترحات أو ملفات أو مناقشات تمت في لجنة الإدارة المحلية أو أمام لجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطني ولكن أستأذن في فاصل ونرجع فورا مع دكتور سمير عبدالوهاب استنوا طب خلوني أستأذنكم فإن أنا أجدد الترحيب مرة تانية من دكتور سمير عبدالوهاب مقارن لجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطني وطبعا أستاذ الإدارة العامة بقولة الاقتصاد والعلوم السياسية وللأسف أنا فضل لي سؤال فأنا هو نفس السؤال اللي قلته قبل الفاصل وهلأ أبرز ما ورد إليكم في اللجنة حول الإدارة المحلية إيه اللي شفته الدكتور سمير ولقيته لافت جدا للانتباه؟ هو كان موضوع الجلستين بتوعه النهاردة بيدور حوالين المجالس المحلية وكده ويمكن أنا قلت في بداية الجلسة إن إحنا لما متكلم بس عن موضوع المجالس المحلية وليس عن كل ما يتعلق بالإدارة المحلية على أساس أن الموضوعات الأخرى ممكن تطرح في جلسات قادمة بإذن الله فكان موضوع المجالس المحلية هو بيتناول أو بتتناول أربع مواد من المواد التسعة بتاع الدستور يعني الدستور يتكلم عن إدارة المحلية في تسعة مواد من المادة 175 لغاية المادة 188 من المادة 180 إلى 183 اللي هم أربع مواد دول بيتكلموا عن المجالس المحلية وعن كيفية انتخاب المجالس المحلية وتشكيلها وبالتالي كانت المناقشات بتدور حوالين إيه هو النظام الانتخابي اللي ممكن من خلاله يعني انطبق الحصص اللي قالت عليها المادة 180 اللي هو 25% للشباب و25% للمرأة وضمان تمثيل المسيحين وذوي الإحتياجات الخاصة وإن 50% من إجمال المقاعد في المجلس المحلي تبقى للعمال والفلاحين فإيه هو النظام اللي إحنا نقدر اللي هو يطبق الحصص دهية واللي هو في نفس الوقت برضو يعني يتيح قدر من المشاركة لأكتر من حزب أو قوة سياسية بحيث ما يبقاش يعني المجلس أو المجلس اللي هي عبارة عن يعني نوع واحد أو حزب سياسي واحد وكده فكان دي من الموضوعات اللي هي مطروحة في المناقشة النهاردة موضوع آخر اللي هو كان بيتعلق برضو بأدوات المسائلة اللي عطاها الدستور في نفس المادة 180 للمجالس المحلية اللي هي الأسئلة وطلبات اللي حطها بالاستجوابات والاستجواب دستور 2014 أول دستور في مصر ينص صراحة على حق المجالس المحلية في الاستجواب فكان إن خشب ينقم ماشي هو الدستور خلاص حسم القضية إن من حق المجالس المحلية تستجوب رؤساء الوحيدات المحلية ابتداء من المحافظة وانتهاء برئيس القرية ما فيهاش كلام العملية دي ولكن لابد أن يبقى فيه ضوابط لعدم إساءة استغلال حق الاستجواب لأن هو الأصل في العلاقة بين المجلس المحلي والمجلس التنفيذي وهم يبقى تعاونوا مع بعضهم في سبيل تقديم الخدمات العامة للمواطن في سبيل تحقيق التنمية المحلية وبالتالي هو الاستجواب ما هواش يعني مش قدل الملكفات يعني أنا خلاص بدأ استجوابت أنا هستجوبك بكرة تبقى أنا ما عرفش لا ولكن ماشي من حقك أنك أنت تستجوبه ولكن في ظروف معينة وفقا لضوابط معينة فهنا لابد من وضع ضوابط لعدم إساءة استخدام حق الاستجواب وبرضو إن الدستور نص ولأول مرة على إن المجالس المحلي بقالها موازنة خاصة بيها وحساب حتامي خاص بيها كمجالس محلية كانت الأول بتعتمد على في التمويل اللي هو يعني المصاريف بتاعتها أو كده على الاعتمادات اللي بتدرج لها في موازنة المحافظة لا هنا الدستور عشان يؤكد برضو استخلالية المجالس المحلية قال إن هي لها موازنة خاصة بيها وحساب حتامي خاص بالمجلس المحلي المجلس المحلي نفسه خضية برضو اللي هي الحل حق السلطة التنفيذية في حل المجالس المحلية وهي مشروطة هي مشروطة بشرط واحد اللي هو عدم حل المجالس المحلية بقرار واحد من السلطة التنفيذية ولكن بتبقى فيه أيضا شروط أخرى إن هي مثلا تكون خلفة السياسة العامة أو النظام أو القانون وتم تنبيهها ولكن مستمرة في المخالفة أو كده فبيبقى فيه شروط معينة يعني برضو ما هو ما تبقاشي السلطة مش هتترك الأمور كده يعني طبعا مش على إطلاقها يعني وتقرر لجنة الإدارة المحلية بالحوار الواطن الكلام اللي حضراتكم اسمعتمكم الدكتور سميه كلام مهم جدا قوي خالص أنا أنصح عزيزي المواطن ممكن تقرأ شوي عن الإدارة المحلية بشكل عام وحاجات بسيطة بالمناسبة ما هيش مع قادة خالص وتقرأ عن المجلس الشعبي المحلي المنتخب اقرأ عن الحاجات دي هتبسطك لأنه عاجلاً أجلاً هتتعامل وشورك في المجالس المحليات وعاجلاً أجلاً أنت هتبقى إما ناخب أو مرشح هنتكلم عن أكتر من 54 ألف كورس عدد خلطة الحلقة لحد كده يا ثواني هكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم ده كريم أهو ده جاهز رقم 10 أهو بتاع رقم 10 عناك أما إحنا لو قلنا العمر نقابلكم إن شاء الله بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات